اشتركوا في القناة وكنت أناجيك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجيك يا من ترى حفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك فأما الذي ضوى حب الهوى فشوق لي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل له فكشفك للخشب حتى أراك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى أهلهم وأصحابهم وتابعيهم أجمعين في طريق جديد إلى الله من المملكة الدراويش نتحدث عن كثيرا من الأحوال والمقامات التي تخص العارفين بالله وتخص أهل التصوف يتحدث الناس عن حال العارفين ويصف الناس كثير منهم بأنهم أهل الله تحدث كذلك الناس عن بعض الأمور الخارقة للعادة تساؤلات كثيرة تطرح وإجابات كثيرة تعدد لكن الواقع بين هذا وذاك أنه طريق إلى الله يتكأ على ما فيه من علم ويستند فيه كمصدر أول للمعرفة والوعي والفهب على القرآن الكريم والسنة النبوية يتحدث أيضا أهل العلم في هذا أن ما يخالف الشريعة ليس من التصوف ولا يمت لمقام الإحسان بصلة كثير من الحكي وكثير من السرد عن الخوارق التي فاقت الوعي وفاقت العقل لكننا نذكر معا ما قاله أبو القاسم القشيري حين ذكر لنا في الرسالة القشيرية عن الرضا ووصف الرضا بأن له باب كامل يتحدث فيه أهل العلم وأهل الله والعارفون بالله يقول إن محمد بن خفيف قال الرضا على قسمين رضا به ورضا عنه فالرضا به أن يرضاه مدبرة والرضا عنه يكون فيما يقضي به ونختم بما ذكره عن رابع العدوية رحمه الله فقال نقلا عنها متى يكون العبد راضيا حين سئلت فقالت إذا سرته المصيبة كما سرته النعمة هكذا تحدث الناس وأهل العلم والعارفون بما وجدوا من التصوف في طريق جديد الليلة نمشيه تقربا لله سبحانه وتعالى ننطلق معكم من مملكة الدروش الليلة نمشيه تقربا لله سبحانه وتعالى الليلة نمشيه تقربا لله سبحانه وتعالى هاي مدى إله إيه اللي يخلي السلوك المريدين يكون فيه شيء ما خارج عن الإطار الشرعي بالنسبة لهم أو بالنسبة لمن يتابع حتى هو مش خارج عن الطريق الشرعي يعني كلهم بيصلوا ويقيموا الفرائض ومشين على تعاليم الإسلام نمرة واحد يعني قمة التشرع بقى الحقيقة بعد كده ما بيخالفش هيخالف ايه ما فيش سلوكيات تفسد على الموضوع يعني وقار لا السلوكيات دي احنا ما نعرفهاش السلوكيات دي الخزعبلات اللي بتحصل بها غير دي ما تحسبش على المتصوفين زي ايه اللي بتشوفه مش المفروض يحسب عليهم المخلفات اللي بتحصل فيه الموالد والجماعة اللي هما ممكن واحد يعمل حركات مش مظبوطة في الأماكن يعني بتاعت الموالد دي ومخلفة ويبقى الموالد فيها أشكال منها يعني تخالف الشريعة الإسلامية اختلاط الرجال بالنساء والبناتو ويوسخوا الجامع ده المتصوف ده نظيف يعني مثلا في المساجد ويوسخوا المسجد ومش توسخ الأكل بس ده أنا شفت اللي يعمل حكته في الجامع على المكت ده متصوف لا التصوف نظافة الإسلام نظافة يعني فده مش متصوف ده إدعاء بقى وفي المدعين اللي هو يقف ويقول حاجات وكان فيه فرق بين حاجتين بقى مهمين الحاجتين الحاجة فيه ناس مخويين مهمين العوالم الأخر مخاوي بيسمع حاجات ويعملها حاجات بس حاجات حصلت مش حاجات مستقبلية لأن العوالم التانية ما تعرفش المستقبل ما يطلعوش على حاجة يا حول تسترق السمع بس استرق السمع ده انتهى وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ لما جاء الرسالة المحمدية الصورة الصورة المعروفة وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَصًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا خلاص لا يوجد استرق السمع فما حدش يعرف ففي ناس يتبقى مخاوة في فرق بقى في فرق احنا كنا نعرفهم واحد يجي يقول لي انت أخوك في أمريكا كالملوخية دلوقت ايه طب انت جبت ايه طب هم قالوا لك قالوا لك انه لكن هل اطلحت على الغيب يعني فيه ناصرهم قل عددها يعني الآية بتاعت الآية عشان افتكرها قل إن أدري أقريب ما تعدون أم يجعل الله ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله فيه ناس بيشوف يطلع على ربنا بيديه يعرف ويعرف ما يدور في خلدي دول دي حاجة ودي حاجة أنا ممكن أعرف وأنا قاعد أعرف ده ايه الفرق بين الإثنين بين المخاوي وبين الرجل الصالح فدية مفهومة لبعض الناس مولانا موضوع المخاوي ده وفكرة الاتصال بالعالم الآخر زي ما حضرك وصفت أو الجن هل هو أمر حقيقي رأيت ناس على هذا الحال فعلا لأنه لما بنيجي مثلا يذكر هنا أو هناك فيتقلق ده يعني ده أشياء غير حقيقية ما عادش ده بيحصل كم ممكن يحصل يعني في القرون الأولى الآن لا يحدث لا أنا شفت شفت مرة واحد في البحرين أنا في البحرين قاعد يقول حاجة أعرفها ده كذا 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 دي مش عارف مين 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 ومحدش يعرف لكن أنا عارف يعني حسي فهو بيحكي حاجة حصلي بس الناس ما تعرفه فهي حصلي فعرفته فهمته على طول والفرق كمان أنه ممكن لا يقيم الفراء ولا يقيم شرع الله يقول لك أنا ما صليش صليش ما بيصليش هذا إزاي بقى لازم الرجل الولي الرجل الصالح أهل التصوف الحقيقي يقيم فراء الله شرع الله آه يعني دي نقطة مهمة لأن في ناس تقول أنه لا هو كده في حال وامتنى عن الصلاة لا ما فيش حاجة اسمها حال كده وكده هو يعني ولي من أولياء التصوف لا 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 ما بيقمش الفرائد ولا يقمش شرع الله لا عرض الحائط نضرب عرض الحائط به على طول فدشرت فأنا شفت من ده شفت فطبعا أنا ببص ما بتكلمش أنا فهمت الموضوع وخلاص ولا أناقش ولا أعمل أبعد عن الموضوع صاحبت الرئيس السادات الله يرحمه وكان لك الكثير والكثير يعني من ذكريات من تقدير من احترام من محبة بتشوف فكرة تصوف عند الرئيس السادات الله يرحمه كان إيه؟ حاله في هذا الأمر كان إيه؟ هو كان الرئيس السادات الله يرحمه كان يعني راجل طيب صراحة يعني كان يصلي الفرائد كلها كان رحيم يعني حتى مع اللي بيشتغله معها ما كانش ينهر حد ويئزي حد إذا كان غلطان يعني أو عمل عملها مش كويسة يعني كان يحب أو الشيخ مصطة إسماعيل يحب يسمعه يعني يمولع بأداء الشيخ مصطة إسماعيل ولذلك أنا لما سمعني ثلاث مرات مش عاوز أذكر فيني يعني أنا ذكرتها قبل كده ثلاث أربعة مرات فكان المهندس عثمان أحمد عثمان اللي هو صاحب شركة المأولي العرب وأنا قاعد أقرى مرة فقال له يا أبو عفان كان الشيخ مصطة إسماعيل قال له سنة متوفي الكلام ده سنة 79 أو 80 والشيخ مصطة إسماعيل قال له يا أبو عفان مصطة إسماعيل صحة ثاني يعني شوف أنا فكرته بالشيخ مصطة إسماعيل الشيخ مصطة إسماعيل كان في العشرة الأواخر من رمضان يعتكف كل عام في واضي الراحة في سينة اعتكاف ده في حد ذاته يعني حاجة جميلة جدا كان له خلوته يعني ومعتكفه يعتكف وكنت أقرأ القرآن يعني حتى المكان اللي هو الوادي المقدس طوى اللي كلم الله فيه موسى سيدنا موسى تكليما ده صحرة رمل كنا نقعد على الرمل هو على بعد كده يعني يطلب الصورة اللي فيها الموقف اللي كلم الله موسى تكليما فيها فلما قضى موسى الأجلى وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون يعني تدفوا كان ظاهر الدنيا برد ولا إيه فلما أتاها نوديا من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين والقصة فكان يسمع الآيات سورة طه فيها نفس القصة بطريقة أخرى سورة النملة فيها نفس القصة واحدة مختصرة واحدة مفصلة كده يعني كان يطلبها في الوادي آه كان يطلبها آيات أخرى يعني كنت أقرأ بعد ما خلصهم أقرأ إحنا عندنا عشرة أيام اعتكاف فكان يعتكف كان دايما يصلي نشوفه يصلي الظهر والعصر يعني إذا تيسر لنا إن إحنا نراه يعني في مرة أو لا حاجة آه الرئيس يصلي آه كان يقرأ القرآن آه دايما فكان دي أخلاق التصوف يعني دي نفسها هو خلق التصوف إقامة الفرائض وقراءة القرآن آه يعني آه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم آه دا قمة التصوف آه هذا الحال كنت يعني ترى منه أو تقرأ من رسائله الضمنية المختلفة تقديره أو فكره فيما يتعلق بالكرمات بالأولياء هذا الأمر ولا لم يصلك شيء ما في هذا لا كان بيزور مثلا رحت معاه آه جامع سيدة أحمد البدو آه رح يزور كان يزور الضريح نفسه يقف في الضريح ويقرأ الفاتحة ويدعو الله والخليفة موجود خليفة هناك فيه الخليفة بتاع آه سيدة أحمد البدو قل له آه ادعي لنا يا خليفة آه يعني شوف تاني المنظر ده وواقف في الضريح ويصلي ركعتين ويزور سيدة أحمد البدو آه لو رح الاسكندلية شوفت بيزور وأنا كنت أقرأ في يعني مثلا صلاة الجمعة آه حضرت في رمضان في صلاة الجمعة وكان مرة من المرات في سنة واحد الثمانين كان معان رئيس جعفر بن نميري آه رئيس السودان وقف يقرأ الفاتحة لسيد المرسى أبو العباس فكان يعني يزور الأولياء آه اللي شوفته آه في سيدنا الحسين يزور سيدنا الحسين ويقرأ الفاتحة آه في سيدنا الحسين طبعا إحنا آه لما نروح المساجد إلى البيت آه آه التمسح والأعمايل اللي بيعملوها الناس اللي هم غير متصوفين مرفوض إحنا مثلا السيدة نفيسة إحنا بنروح نقرأ الفاتحة ونقرأ شيء من القرآن وأنا نتبرك بالمكان وندعو الله سبحانه وتعالى مش بندعو السيدة نفيسة أو بندعو سيدنا الحسين ندعو الله في هذا المكان اللي كان فيه السيدة نفيسة إن ربنا يغفر لنا ويقضي حاجتنا آه ودي حاجات آه يعني اتعملت وناس حسينها يقولك أنا هزور السيدة زينب والسيدة نفيسة عشان ربني يقضي حاجاتي وتقضى وتقضى طبعا من زاقه عرف والمنكر هو حر إحنا لا نجبره على أن يصدق لكن ما فيهاش ما يخالف الشرع ما فيش نحن نقف في هذا المكان وندعو الله مكان كان فيه السيدة نفيسة السيدة زينب سيدنا الحسين سيد أحمد البدوي سيد عبد الرحيم القنائي سيد المرسى أبو العباس سيد أبو الحسن الشازلي ندعو الله في أماكن كم فيها ناس بتتعبدوا ناس على قدم فندعو الله في هذا المكان اللي كان فيه إقامة الشعائر وأقامة الشريعة والحقيقة وندعو الله سبحانه وتعالى فربنا يتقبل منا في هذه الأمكنة يعني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بندعو الله فيه ناس يقول لك ما تدعو ولا تدعو مع الله أحدا ده سيدنا النبي ما تصلش في جامح فيه ضريح ده احنا بنصل في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الضريح وعلى شماله ووراه وقدامه ولا فيه شيء ومدفون جنب سيدنا النبي سيدنا وباكر وسيدنا عمر رضي الله عنه ها يعني دي خصوصية الواحد دا حاجة وغيره ما داها هاده كل الموضوع لكن التبرك بالأولياء التبرك بالمقام الضريح هذا يعني أمر محمود للمتصوف أو للصوفي لكن غير منكر شرعا لا غير منكر طب احنا احنا بنروح بندعو الله في هذا المكان يعني دعوة إلى الله يا ربي انا بقولش يا شيخ فلان بندعو الله في مكان كان فيه ناس صالحين يعني ولا فيها شيء انا بدا ربنا مش بدا صاحب الضريع بس جم كان هنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومازال ومازال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مدحو والصلاة عليه لها أسرار ولها يعني لها طيب في النفس ولها أثر في المسار وربما تكون لها كرمات مع يعني مريديها من البشر كرمات ذكر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومدحو على الدكتور أحمد نعينا ايه الصلاة على النبي يعني الصلاة على النبي المستمرة تفك كل شيء كل كرم وبركة إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمها لربنا اللي أمرنا بالصلاة على النبي تفك الكروب وتقضي الحاجات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فدي حاجة لمستها في حياتك طبعا لمستها وغير اللمس لها بركات أيضا بركات طبعا يعني لا تنكر دكتور أحمد من هو الدرويش في مفهومك؟ يعني إحنا في المصريين نقول إيه؟ ده ليل ونهار في الجامع متدرويش ده بيقرأ القرآن على طول ده متدرويش ده هي دايما ترتبط بأشياء جميلة وسلوكيات طيبة وحسن النية ده في مفهومنا إحنا المصري القديم إن فلان الدرويش ده بقى فيه شئ لله الدرويش ده فيه مفهومنا لكن فيه خبرتك بتشوف الدرويش مين؟ لا الدرويش اللي هو الراجل اللي هو يقيم شعائر الإسلام ويبقى على قدم في الحقيقة إنه هو حاسس بالناس الطيبين وبيشوف حاجة لكن إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أعتقد سيدنا النبي دخل المسجد لا واحد مقيم في المسجد فقال له أخوك وأخوه بيصرف عليه قال له أخوك أعبد منك لأنه يعمل أيوة لازم نعمل ونكد ونكتهد في الحياة والمسجد له أوقاته والخلوة لها أوقاتها وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أصوم وأفطر وأتزوج النساء في ناس يقول لك لا أنا ما أتجوز بقى أنا مع الله كده لا ده مش مطلوب مش مطلوب إن أنا قاعد في المسجد العمر كله ماشتغلش إنما أنا بشتغل كده إيه في القراءة القرآن والصلاة وإيه وتعبد وأفضل قاعد ده عبادة وليس عمل لا العمل لازم الواحد يكون عنده عمل يتقوت به وعنده لكوء يعني عنده الاتنين يعني مش قاعد على طول كده ويقول أنا درويش لا ما أقول درويشة إنه هو رجل طيب رجل طيب يعني ده المفهوم الحسن المستقيم منها إنه إنسان طيب ويعني زاهد وعابد لله وزاهد ويعرق ويتصدق ويقيم الفرائد ويزكي ويصلي وينفق في سبيل الله ويحج إذا استطاع يعني اللي هي أركان الإسلام الخامس بيقد كل فريضة فيه وإحنا بنتكلم على القرآن والتلاوة نقول دولة التلاوة لكن ما بنلاقيش رئيس لدولة التلاوة دايما نقول هذا يعني وكأنه ملك يتربع على عرش دولة التلاوة نيجي للدروشة يقولوا دول في ملك الوحدهم دول مملكة الوحدهم الدرويش أو الأولية أو الصالحين إنجاز إنه يعني بالمفهوم الصحيح تقترب المسميات من بعض بتشوفي هذا المقام من أبرز يعني الأولياء والصالحين والدرويش حسني الدروشة في مملكة الدرويش إنجاز التلاوة قلمة دولة التلاوة دي جات لما طلع وسائل التواصل ده اللي أطلقها المستمعين يعني يقول لك دولة التلاوة الشيخ فلان والشيخ فلان يقول لك اسمع اللي هز عرش مش عارف إيه هو هز العالم كله في التلاوة ويجيب واحد أسمع ألاقي ما هز عرش حتى لا يدخن قراءة القرآن على الفيسبوك والحاجات دي دي مسميات يقول لك السلطان سلطان القراء سلطان مش سلطان المقامات الموسيقية سلطان مش عارف إيه ده كلام كله مطلعينه لكن المتصوفة والناس حاجة تانية دي حاجة تانية خالص مش هي دولة التلاوة دي المملكة دي بتشوف بتشوف نجو يعني أبرز وأجمل وأطيب الأسماء فيها والأقرب لنفس الدكتور أحمد نعين عمين ده في دولة ايه التلاوة؟ لا في مملكة الدرويش المملكة الدرويش الدكتور عبدالحلم محمود ده كان عالم وله كتبه وله صولاته وجولاته وليه محاضراته وله فكره آه طبعا مثلا ده اعتبر من الدرويش اللي هم على طريق الله الدكتور أحمد عمر هاشي مولانا لفضيلة الشيخ الشعراوي دول الدرويش الحقيقيين اللي هم ماشيين على شرع الله ومتحققين ويشوفوا حاجات لهم يعني كرامتهم الطيبة لهم كرامتهم يعني أقول حاجة على الشيخ الشعراوي مثلا مره أنا شفت الشيخ الشعراوي لبس عباية زي دي كده دي عبايته على فكرة آه عباية الشيخ الشعراوي دي بتاعه آه وفيها جيوب كده أنا ببص أنا واقفه وقاعد ألا فاها جيوب وورا كده جيوب العباية فأنا راح أقول له أنا شفت عباية لسه ما كملتش قال لي تعال أخد العباية بكرة لسه بقول هقول للعباية هقول على العباية لسه هحكي ليه إن أنا شفت أنا شفتك قال لي تعال أخد العباية ورحت خدتها دي دي بتاعته حتى هو أطول مني آه فحطها في كيس مكتوب عليه العاشري بتنطة رحت رايح للراجل بتنطة عشان هي طويلة آه قلت اللي إيه يقصراني بقا على طول عشان يعملها زي ما هي اللي أودها لحد تاني يبوز ما تبقاش زيها آه ولذلك القطان اللي تحت ده آه انتهيالي مختلف شوية لا مش مختلف واللي عملها هي هي عشان هو اللي عملها الأول هو اللي عملها بس خدت كم حتتين تانيين آه علشان إيه يفصلهم ويظبط دي آه رحت له ودي بتاعت الشيخ شعرابة الله يرحمه الله يرحمه دكتور أحمد يعني تقرأ في خلوتك وعزلتك بشكل وتقرأ للعامة والناس بشكل وتقرأ في مقامات مختلفة بشكل لكل حال حال لكل مقام المقام صحيح أنا الاختلاف بيبقى في إيه ولو النهاردة هتقرأ في مقام الدرويش ومملكة الدرويش هتقرأ إزا يعني على سبيل المثال أنا كنت في عمره سنة تسعين آه واتيسر لي إن أنا أقرأ في الكعبة كان معايا حد ماشاء قال لي تحب تقرأ في المسجد الحرام كنا بعد صالة تلقاشة قلت لي مش معقولة ده وممنوع قال لي أنا بسأل سؤال تحب تقرأ هنا قلت له جاوبني قلت له إزاي ما أعبش غاب وجب تصريح بتاع نصف ساعة كده وأنا قاعدين بقى نتعبت في الم وأريد طيب هل أنا وأنا قاعد أقول ربنا إني أسكنته قرأت الآية دي من ذرياتي بواد غير ذي زرا عند بيتك المحرم وأنا شايف البيت المحرم قدام عناية وأنا بقرأ الآية طبعا إحساس جلال المشهد صحيح غير ما أقرأ مش عارف في العزبة الفلانية ولا في المشعبة في مكان عزة ولا فرح أنا بقرأ أفرح برضه هل الإحساس واحد لا يمكن ده أنا شايف المسجد الحرام قدامي الروحانية جتول والإحساس والحضور وبقيت طاير في الهوى وأنا قاعد أقرأ أريت كمان بعد كده في مسجد نمرة على الحقيق في يوم عرفة مرتين أريت مرتين في يوم عرفة هل القراءة دي في يوم عرفة زي القراءة في حتة تانية عبدا مختلفة طيب لما أعرف سيدنا الحسين في مسجد في مسجد سيدنا الحسين ولا السيدة زينب ولا سيدة نفيسة إحساسي زي مارة في جامح تحت عمارة لا مختلف في موضوع تاني خالص غير منظور وغير مرئي وغير محسوس أنا اللي حسه ده طيب هل لما أعرف خمس دقائق في حفلة رسمية زي معرف حفلة معينة يعني لا لخمس دقائق تأتيني هذا الإحساس اللي أنا بحسه أو لا يأتي صحيح تبقى مختلفة فلكل مقام المقال هل لما أعرف وسط درويج بقى في الجامع ولا في حتة والناس بقى فيهم الولي وفيهم الإيه والشيخ عمر اللي كان يقفل على العمود في سيدنا الحسين ويوم يجمعة مرة بصلي وأناعي دقرة وما كانش فيه حاجة أبداً وكت مسافر اسكندرية وعمر دواقف على العمود اللي جنب الكورسي اللي قاعدة أقر عليه وبعدين بصت لقيته بيقول اللي بقى في حياتك قال قالت له يا رجل روحوا بقى ماشي من هنا وما في حياتك قال إيه ده أهو ده واحد من درويج فسافرت اسكندرية وضغديت وكل حاجة وإيه وإيه وآخر النهار قرب المغرب لقيت حالة توفر وأنا معرفش وده عمر قال للبقى في حياتك من إمتى من صدات الجمعة أنا بعد كده أشوف عمر ده لابس عم خضرة وواف على العمود بقيت إيه منهروش ولا ليه ياش دعوة بيه بعدين نقلت الكرسي في القبلة كنت بقى أرى وشي للقبلة على جنب عمود كده وشي للمصلين ضهري للقبلة هو واقف هناك أنا شايفه عيني عليه وأنا أراه ولاقيه باص أنا تهالي بصصلي ولا مش بصصلي مش عارف فأعمل له ألاقيه رض السلام ويبقى بصصلي وعينه عليك ما ليش دعوة بيه هو ده راجل مكشوف عنه كان في سيدنا الحسني اختفى دلوقتي ما عرفش التوافة ولا فين ما كنتش عرف علوانه وانوانه لو أعرف أنا كنت ببعد قال الشيخ اسماعيل صدق العدو ده برضه ده حاجة برضه ما ذكرتش اسمه كان يعني من أقطاب التصور وكان بيبقى دايما يصلي بصيد أحمد الدردير وورا جمل أظهر وكان هو خطيب جمل أظهر مرة ماشي في الحت بتاعت البطنية البطنية الليل وشاف شاب واللي حكالي الأستاذ محمد عبد العزيز عبد الدايم كان رئيسي البرامج الدينان في التلفزيون الله يرحمه ويرحمهم الاتنين ماشي بيقول لا شاب ماشي وكان بيلعب مصارع على الشيخ اسماعيل صدق العدم موت الولد من الضرب ولا يعرفه قال له جرعي يا أعمى مولاد قال له ده بيضرب أبوه وأمه الله وبعدين الشيخ اسماعيل نفسه يقال إنه هو راح العمرة ده سمحت الكلام ده بيطلب من ربنا إنه يشيل منه الكشف لأن الكشف ده معذبه طعم بيعرف يبص الواحد يعرف عامل إيه ويشوف أفعاله بقى يقول الكشف ده معذبه أنا عاوزه مش عاوز الكشف ده عاوزه من أقطان التصوف يعني وله حاجاته كراماته 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 بذكر الله وبالتلاوة الجميلة على مستوى العالم ولكن زي ما حضرتك تفضلت لكل مقام مقال ففي مقام ذكر الله وفي مقام التصوف وفي مقام الدراويش النهاردة أسمع قراءة الدكتور أحمد ها أقرأ حاجة اللي هي الحوار بين سيدنا الخضر و سيدنا موسى أهو ده التصوف سيدنا الخضر ما عرفش يقلق هو نبي أو عبد صالح زي ما بيقوله وسيدنا موسى نبي من قول العزم طبعا ورغم هذا كان بيتعلم من سيدنا الخضر نعم التعلم اللي هو و علمناه من لدنا علما العلم هو ده الباطن بقى أهل الباطن علم لدني من الله سبحانه وتعالى غير كتب وغير التلقي من أفواه المعلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقها فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غذاءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أنكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى قال له موسى هل أتبعك هل أتبعك على أن تعلمني مما أولمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا دكتور أحمد ويا مولانا ونورتنا النهاردة وأسعدتنا بحضورك الكريم وخدتنا في رحلة إنسانية ورحلة التصوف حقيقي ورحلة من ذكر الله وما تحسدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقراءة القرآن شكرا جزيلا دكتور أحمد نعيمة عفوا وشكرا لك ولجمهور المستمعين في كل أنحاء الأرض وشكرا لمن قام على تسجيل هذه الحلقة الجميلة الهادفة مشاهدينا من كلام الله ومن ذكر الله نلتقي في حلقة جديدة في مملكة الدرويش طريق إلى الله سروري برؤية المخلصين أحبتي من جملوا بالحال بعد الهداية أرسي وطربي وابتهاجي أرسي وطربي ولذتي ولذتي إذا ما خلونا في رياض المعيتي أرسي وطربي تتوجنا الأقدار تتوجنا الأقدار تيكانت الرصار بكواكب المجلى وهيبة قدراتي تناولنا الأقدار بالفضل خمرتان ممزوجة ممزوجة بالحكمة رجال رجال نعم الرجال يناديهم المخطار هيا بخلع بخلع نعم لين عليكم لين عليكم هين رمتمونا محبتي ليين عليكم لين عليكم هين ربتمونا يا محبتي من بعد خلعت أن علي هيا فادخلوا لوادي الصفر خدسي دار الكرمتي وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك وكنت أناجك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك أحبك حبين حب الهوى وحبت لأنك أهل لذاك فأما الذي ضوى حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك وأما الذي أنت أهل لذاك فكشفك للحشب حتى أراك فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك 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 الحمد في ذا ولا ذاك لي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر